الجزء الأولاني معلومات عن طالب الوظيفة اللي هو المتقدم المعلومات دي بتشمل إيه؟ بتشمل الاسم وتشمل رقم التليفون والعنوان البريد الإلكتروني بتاعه إيه يعني ما حطش عنوان السكن؟ لأ أنا حط القاهرة أقول الجيزة لكن ما حطش عنوان السكن لأنه بيصبح الموضوع بقى بيصبح أنه ممكن نبقى عرضة أنه إحنا ما إحنا بنودي الـ CV في حتة إحنا مش عارفنا ممكن نكون عرضة لإساءة استخدام العنوان طيب بحطش عنوان الشخصي بحطش العنوان الشخصي وحط إيه البريد الإلكتروني ورقم التليفون على أساس الوقت يبقى فيه على التليفون فيه واتساب فيه إيميل فيه كل حاجة طيب حاجة من الحاجات المهمة جدا بقى أن الشباب بيقع في غلطة يعني كبيرة جدا بيعتمدوا على الإيميل اللي هو بيبقى عامله هو وصحابه اللي هو بقى بلو آيز واللي هي الحاجات السندريلا ومش عارف إيه والحزن الشديد الحاجات الجميلة دي إحنا بدعم هنعمل CV بقى إحنا رايحين نشتغل فبما إحنا رايحين نشتغل لازم نكتب يعني إيميل أدرس إلا يكون فيه الأشياء الغريبة دي يكون فيه الإسم واضح ممكن يكون بناخد الحرف الأولاني من الإسم لو بحط حرف أولاني وبعدين إسم العيلة وأعتقد دلوقتي يبقى متاح في الجيميل وفي الياهو يعني الحاجات اللي تبلاش دي كلها أصبح متاح أن حضرتك تعملي الإسم المناسب يبقى ده أول جزء خالص اللي هو كيف نبتصل بك إذا وجدنا أن أنت ملائم لهذه الوظيفة عظيم ترجمة نانسي قنقر